مرحبا برجل قوز قبل ما اذخر في القراءة بشكل عام هذا الشخص جدا يحبك وجدا قبل الحب عنده احترام وتقدير تجاهك فالانفصال او الخلاف اللي حدث بينكم خلا يراجع نفسه وخلا هو اصلا شوي غاضب من نفسه زعلان من نفسه قبل من ان يزعل عليك هو زعلان من نفسه لانه ما اتخذ او ما فعل الشيء الصحيح في العلاقة رح اوضح لك سبب الفراقة عندك ملكة السيوف ملكة الخماسيات التي هي ملكة الرخاء وعندك العاشقين ارى انك احتمال في الفترة اللي كنت معه هذا الشخص في علاقة لما كنت معه كان لديه شخص خلف الكواليس مثل الصورة كان لديه شخص من الماضي هذا الشخص لا يحبه يحبك انت ومشاعره نحوك انت ولكن بغض النظر هذا الشخص ظل موجود وانت معه في علاقة فاحتمال انت اكتشفت هالشيء انت قررت تنهي العلاقة او حدث خلاف بسبب هذا الشيء وبسبب انه لم يتصرف بالطريقة المناسبة هذا الحبيب كمان اقول لك انه كان في شخص ضاني لانه لدينا كرت العاشقين يعني كأنه ما هو الشخص الذي في النصف ولديه شخصين محيطين فيه ولكن اللي ارى من الكرتات ان اختياره من البداية وقع عليك انت هو كان واضح بانه يريدك انت يحلم بحياة واستقرار وعلاقة معك انت ولكن للأسف اوقات كثيرة في العلاقات عندما ندخل علاقة جديدة ندخلها بدون ان ننهي ونقطع كل متبقيات الماضي او كل ما يربطنا لحد الان بالماضي حتي ما ليكون من زواج سابق علاقة سابقة معرفة قديمة هذا الشخص يعرفه معرفة قديمة ولكن انت الحبيب تأكد من هذا الشي انت الحبيب بالنسبة له وانت الشريك نقطة ثانية في قراءاتي بشكل عام الارادة الحرة تغلب كل شيء في طريقها يعني ممكن انا اقول لك في فرص امامك في امل امامك مع الحبيب او في العمل او في التجارة ولكن اذا انت كنت سلبي اذا انت كنت لا تنظر الى هاي الفرصة على اساس انها فرصة جيدة لا تريد الرجوع متأفئف بخصوص الرجوع هذا الشخص مثلا يحبك يريد ان يرجعلك ولكن انت لا ما عندك ثقة في ان عدمة الثقة ارادتك الحرة قرارك الخاص طاقتك الخاصة تغلب طاقة التارو التارو تقول لك التارو يتكلم عن الفرص التي امامك الواقع الذي امامك ولكن قرارك بخصوص يرجع معك في علاقة يكون معاك يرتبط فيك ولكن لا يريد ان يقع في نفس الخطأ فاحتمال انه قاعد ياخذ الوقت الذي يلزمه عشان ينهي كل الامور المتعلقة بالماضي بالنسبة له احتمال انه بالنسبة له شوي صعب ولكن في النهاية عندما يرجع يريد ان يكون كل شيء جديد كل شيء على اساس صحيح بينك وبينه ارض جديدة ارض خصبة يوجد هناك احتمال جدا عالي للنجاح لانه بداية جديدة بداية جديدة لا يكون فيها اي شيء من الذي حدث في الماضي فهذا الشخص قاعد ياخذ وقت يخطط ويرسم من البداية من الاسس يرسم ويخطط من البداية كيف ومين واين وما هي الطريقة التي سينهي فيها ارتباطاته بالماضي ويبتدي فيها معاك بداية جديدة فطاقة جدا جميلة يعني اراه كأنه يريد ان يفعل الامور بالشكل الصحيح هذه المرة لا يريد ان يقع في نفس الاخطاء او يجرك معه نفس الوضع او المشاكل التي عانيتم منها في الماضي مشاعرك نحوه انت تحبه واضح تراه انه السول ميت وتراه فيه تحقيق لجميع امنياتك في الحياة عندما تتخيل حياتك خمس او عشر سنين من الان الزواج الاطفال السفر علاقتك مع الحبيب انت تفكر في هذا الشخص حتى لو كان حاليا عندك شخص ثاني فرص اخرى ولكن تفكيرك وحبك واهتمامك هو هذا الشخص يعني احس انك لا ترى نفسك تتزوج او تبني حياة مع شخص غيره فهذا شيء جيد ان انت واعي لمشاعرك بغض النظر على الاشياء التي حدثت مشاعره نحوك الغصنين والعدالة مثل ما خبرتك هذا الشخص يريد بداية جديدة معاك ولكن يريدها بطريقة صحيحة يعني مثل ما نقول احنا يريد ان يأتي من الباب وليس من الشباك احتمال ان اتى من الشباك في السابق وصارت مشاكل بينكم ولكن هذه المرة هذا الشخص ايضا قاعد ياخذ وقته يقرر يخطط يزن الامور بين اليمين واليسار بين الطرق والاساليب التي راح يتبعها عشان عندما يرجعلك يريد ان يعطيك الحياة التي استحقها لان هذا الشخص قلت لك يحترمك قبل الحب في احترام ومعزة وهذا اهم من الحب نفسه الحب لانه مع هذا الشخص مبني على اسس قوية على اسس الاحترام فحافظ عليها انت ايضا عزيزي برج القوس حافظ على قيمة الاحترام في الحب هذا الشخص يريد ان يعمل الامور بطريقة صحيحة بطريقة انت تستحقها هذا هو الموضوع بالنسبة له نيته اربعة السيوف طاقة البريك يعني هو ما اخذ بريك او انت ما اخذ بريك حاليا انتو في وضع انفصال او لا تتكلمون احتمال مع بعض ولكن هذا الشخص عندني ملك الاكواب ملك المشاعر يعني عندني ان ينهي فترة الانفصال فترة عدم الكلام مع بعض الابتعاد عن بعض فترة البريك هذي عندني ان ينهيها والسبب ان هذا الشخص سوف يأتي ولكن الجميل مثل ما اخبرتك سابقا جميل انه سيأتي ولكن سيكون متزنا في مشاعره ملك الاكواب متزن اكثر من ملكة الاكواب ملكة الاكواب تبين مشاعرها متدفقة حنونة واضح جدا ملك الاكواب متزن في مشاعره يعتمد على الافعال ايضا ليس فقط الكلام في اظهار المشاعر فاشوف ان هاي الشخص راح ياخذ تجاهك افعال وبطريقة جدا كلاس طريقة جدا ناضجة انضج طاقة هي الكنج فرح يكون جدا متزن وناضج ورجل او شريك يعني قوي شريك يعتمد عليه شريك ثابت في التوجه باتجاهك لانه هو يرافيك اذا كنت رجل او مرأة ترى الجنس هنا لا يهم يرافيك الشريك المناسب الذي يستطيع ان يبني معاه يرافيك انت الشخص الذي يستطيع ان يزرع معاه ويحصد معاه ومن ثم يعيد تكرار الامر يعيش معاه او يكمل معاه مثل ما احنا نقول بقى ايام حياته هو يرافيك الشخص المناسب له فنوى ان شاء الله في الفترة القادمة ان يتوجه نحوك كيف سيتوجه نحوك قلت لك ملك طاقته ملك نقرر هذه الفترة ان عندما يتوجه نحوك تكون طاقته جدا ناضجة يكون جدا متزن عشان شذي احتمال انه ما اخذ وقته خطوات القادمة ملك السيوف الكوبين الكوبين هي كارت شابه العاشقين كارت الحب كارت السولميد كارت الهيام فارى انه رح يتواصل معك بطريقة جدا واضحة وجدا صريحة بخصوص مشاعر تجاهك بخصوص يعني مثل ما احنا نقول رح يواجه الموضوع دايركت ما رح يكون يلف ودور او يتكلم بمواضيع سطحية معك عندما يرجع رح يكون واضح وصريح يتكلم بشأن علاقتكم بشأن الارتباط بشأن المستقبل بشأن خطتكم مع بعض مثل ما قدت لك عزيزي رجل قوس هذا هي طاقة الحبيب الحالية ولكن الارادة الحرة تغلب كل شيء سواء كنت تريد هذا الشخص لا تريده تنتظره تحب أن تكره هذا شأنك الخاص هذه هي القراءة العامة ما تفعل أنت وما تقرر بخصوص هذه القراءة شأنك الخاص مثل ما اخبرتك هذا الشخص راجع في السابق كانت طاقة غير ناضجة معه كان البيج البيج هي أقل مضجا في جميع القراءات ولكن عندما يقرر بينه وبين نفسه أن يكون مستوى الكون معناته هذا الشخص قاعد ياخذ وقته أن ينضج أن يستقر أن يثبت العلاقة من أجلك ومن أجله وهذا خبر جيد الحين راح أسحب كرت نصيحة من النصيحة هذي لك أنت هي برج القص أول كرت العادة ينقلب أو يسقط هو الكرت الذي أختاره لدينا رابح اذا كان عندك تسائل بينك وبين نفسك بخصوص الماضي بخصوص الذي حدث في الماضي هاي الكرت يقول لك عليك أنت أيضا عشان تساعد الشريك أن يتوجه نحوك عشان ترجعون لبعض عشان تشجعه ترى مشارك تكون بينكم تواصل بالكلام من ناحية الطاقة عشان أنت أيضا تعمل معاه وتساعده على أن ينتهي من الماضي عليك أنت أيضا أن تتوقف عن التفكير في الماضي في المشكلة التي حدثت قبل في الفراغ الانفصال الأمور السلبية التي حدثت قبل عليك أن لا تنساها طبعا ولكن لا تعطيها اهتمامك لأن أنت بهاي الطريقة تساعد الحبيب أيضا على الشفاء أيضا على تخط الأمر على مستوى الطاقة أن تقدر أن تساعده النقطة الثانية في هاي الفترة أنت أيضا خذ وقتك عشان تحدد ما الذي تريده لأن هذا الشخص لما يرجع لك رح يكون مستوى كينج يعني رح يتوصل معاك بطريقة دايركت فأنت أيضا حاول أن طاقتك تكون ناضجة يعني لما يرجع يتكلم لك عن الارتباط وعن العلاقة وعن المواضيع الكبيرة في الحياة عن خطاتكم للمستقبل أنت أيضا خلك ناضج وتكلم معاك في هذه الأمور لا تتكلم في الماضي ولا تركز على الماضي تركز على الحاضر والمستقبل وكن ناضجا في طاقتك بما معنى الملك يحتاج إلى ملكة عشان تكافئة في الطاقة أو ملك الجزء قلت لك لا يهم ولكن مستوى الطاقة عليك أن تكون تحاول أن تعمل على نفسك في هذه الفترة عشان تكون مناسب له يعني لا ترجع لنقطة الصفر ولا تحاول أن أترجع الحبيب معك لنقطة الصفر شكرا عزيزي